أنا النهاردة لو افترضنا أن أنا راجل جاي من سويسرا، جاي من برتغال، جاي من أسبانيا، جاي من فرنسا وجاي ليه؟ النوع ده مسياح. أنا هعمل إيه هناك؟ إيه النشاط اللي أنا هعمله؟ إيه اللي أنا هشوفه؟ طيب، التاني هي زي ما قلنا هي سياحة قائمة على الاندماج مع الطبيعة فأنا مش متخيل أنشطة كتيرة فيها حرقة لكن بزور أماكن يعني مثلاً السير في الوديان حلو حاجة زي مثلاً مشاهدة الطيور حلو حاجة زي الغطس في مواقع معينة ما كانتش مفتوحة قبل كده الاندماج بقى مع السكان المحليين هو ده اللي إحنا منصلاب الضوء في الـ وحكاوي من الناس حكاوي من الناس ده دي قصة تانية خالص ده بقى اللي بيكمل الطبخة زي ما بيقول عندك موارد طبيعية وجميلة وخطيرة وبقى عندنا أماكن نقعد فيها وخدمات وكل حاجة وبقى عندك اللي بيقدم لك الخدمات دي وبيدخلك أو بيكمل التجربة بتاعتك هو السكان المحليين أو الأصليين لهذا المكان فحملة حكاوي من الناس كان الهدف أن هي حملة مخصصة للمحور الرابع بتاع إيكو إيجبت اللي هو الطراث الثقافي هنا بنستهدف 11 قبيلة بيعيشوا داخلوا حول المحميات كل قبيلة ليها طراثة ليها أكلها شربها مزيكة شعر حتى المنتجات المحلية اللي هما بيصنعوها بأيديهم وهو ده الهدف الرئيسي من حملة حكاوي من الناس إن إحنا نصلط الضوء على هذا الطراث الثقافي الكتير مننا معرفش إنه هو موجود إنه كان أول حاجة تاني حاجة لما بصلط هذا الضوء وبكمل منتج تاع السياحة البيئية بيهم أنا كده بدمجهم في العمل السياحي فوفرط له فرصة عمل الهدف الثالث وهو بالنسبة لي من أهم الأهداف هو أنه بيحس بأهمية إرث الثقافي فبيحافظ عليه من نفسه لأنه هو مهتم إنه هو ما يغيرش من لبسه الأكلات اللي كانت اندفرت بدأت تطلع تاني لما السياحة دي بدأت تشتغل المزيكة والآلات الأصلية اللي كانت بدأت تندثر وبقى الأرج مكان حاجة بدأت ترجع تاني فكذا ساعدة ما بقاش محتاج يسيب المكان الأصلي بتاعه ويروح لمدينة من المدن الحضرية علشان يلاقي فرصة شغل بقى مستعد يفضل في مكانه والشغل هيبقى موجود لحد عنده بنمطه هو أو رجع كمان المكان اللي كان سابه يعني أفتكر فيه مثال من أمثالها اللطيفة جدا كان جزيلة من جزء النيل كانت أهلها زي ما أنت بتقول كده سابوها وبدأوا بقى يصعوا في أسوان أو في مدن مصر ساعيا للعمل يعني وبعد كده جي مستثمر في فهمية سياحة بيقية قالوا يا جماعة أنتوا سيبتوا بيوتكو دي طب ممكن تسمحوا قولي نرممها بنفس المعمار بتاعكو وطريقة البناء ليه؟ هنفتحها للساحي ما كانوش نصدقين في لقى وخلاص أنا هتكفل بكل حاجة بس يساعدوا عملنا الكام غرفة عملنا مطبخ طب مطبخ ده هنقدم فيه إيه؟ هنقدم فيه أكلاتكم لأصل إيه؟ ده إحنا بطلنا ناكلها طب أنا بس نجر بدأ يعمل الأكلات بدأ السياحين ييجوا الناس هتكول الحاجات دي آه تكول بدأ تسأل على أكلات أخرى لا لوحده خلى الناس ترجع وتعتز تاني بالثقافتها خلى الناس بتقدم الخدمات هما بقدم هما مبسوطين صح صح وفرت له فرصة عمل